الجزئية التانية بقى المساحات الطبية اللي انا تعلمته في المهنة سواء في الصحافة وفي الاعلام لما حده بيصبه كورونا مفيش حاجة اسمها انباء في العالم كله مفيش حاجة اسمها انباء يعني الزميل الصحفي اللي يكتب انباء اعرف ان الخبر ده ليه هدف سلبي فبالتالي رسالة الجمهور الاهلي ما تسمعش لأي خبر في اي جريدة او اي معلومة الفترة اللي جاية لان في النهاية في مسحة طبية هتجرى من الاتحاد الافريقي اللي قرت القدم تحت اشرافه غدا ان شاء الله الاربعاء والنتيجة هتزهر الخميس واللي هيكون في المعسكر هيكون في المطش واللي هيكون برا المعسكر سواء هنا او هنا مش هيكون موجود في المطش كل اللي بيتردد خلال التلات اربعة تيامل اللي فاتت ده صدقوني والله ما ليه اي علاقة بالواقع مالوش اي علاقة بالواقع وحتى لو فيه حد عنده ايجابية في المسحة ممكن يوم مسحة الاربع تطلع نيجاتف وتبقى سلبي ويكون موجود في المطش فبالتالي حالة البلبلة لع السوشيال ميديا ده الهدف منها ان هو يصدر رسالة سلبية ويعمل رسالة يقلي بيها جمهور الاهلي عشان الجمهور يكتب كتير على السوشيال ميديا فتتصدر للعيبة والجهاز الفني الفريق بالكامل في معسكر مغلق وبيتس موسيماني مدير فني زاكي جدا مش فنيا فقط لا بيعرف اتعامل نفسيا مع المرحلة الحالية وسبق لي النخاض قبل كده نهائي دورة أبطال إفريقيا والنجمة الوحيدة اللي فاس بيها كانت على حساب الزمانك عام 2016 في استاد برج العرف في مباراة القيام فبالتالي خلي عندكم ثقة كبيرة جدا في اللعيبة وفي الجهاز الفني وفي المرحلة اللي احنا دخلين عليها النادي الآلي في هذه البطولة على مدار الموسم بالكامل منذ انطلاقة حتى هذه المرحلة أعلى نسبة تهديف أعلى حفاظا على الشباك ما دخلش مرمى شباك كثيرة في المقارنات الفنية الآلة عنده إمكانيات فنية العدد من اللعيبة تفوق لعيب ينادي الزمالك آه صحيح في النهاية هي مباراة كورة قدم 11 لعب وصد 11 لعب لكن في النهاية انت عندك مقدمات تخليك واثق في فرقيتك بشكل كويس جدا ما تسمعش الكلام اللي بيتقال لان ممكن يكون فيه وسائل إعلام أو منافس عايزه وصل لك رسالة معينة هو بيبقى شاطر فيها لكن ممكن ما يكونش شاطر في الملعب لكن شاطر في دي فانت ما تروحش معك في نفس السكة خليك في نفس السكة الإيجابية اللي ماشي بها الفريق الفترة اللي جاي المعسكر المغلق اللي بدأ من يوم الحد الماضي الحمد لله ماشي بشكل جواز جدا والجهاز الفني عارف بخطة ازاي فنيا وبدنيا وزهنيا للتحضير لهذه المباراة وعارف ازاي يلعب مباراة الزمالك الحاجة التانية كمان المسحة الطبيلة هياخدها الفريق ان شاء الله يوم الأربع نفس الامر هيكون على نادي الزمالك ومع النادي الأهلي وهتكون بإشراف الاتحاد الافريقي لقرة القدم من خلال الاتحاد المصري لقرة القدم وفي النهاية نتيجة بتاعتها تبقى يوم الخميس والمباراة ان شاء الله يوم الجمعة المباراة في موعدها مفيش أي كلام بتكلم على فكر التأجيل أو الكلام اللي كان بتقالي الفترة الأخيرة والبعض يقول لك اصلا لو في لعب مصاب هنا ممكن الماضيش يتأجل كل الكلام ده صدقني والله يفراج إعلامي للأسف أنا بقول لكم للأسف للأسف المادة الإعلامية اللي تتقدم لجماهير القرى المصرية خلال الفترة الأخيرة هي اللي بتسبب حالة الشحن الموجودة عبر السوشيال ميديا تصريح لواحد ممكن عايز يبقى ترند فيقول لك اصلا لو في حارس مار ما جات له إصابة فممكن هنا المباراة تتأجل كل كلام باللغة الدرجة أو بالبلد اذا ما بتقال على السوشيال ميديا هاري لكن لا لعلاقة بمساق الشرف الإعلامي ولا لعلاقة القانونية أو الأمور اللائحية في استعداد أي فريق لهذه المباراة ده شق تاني الشق التالت النادي الأهلي ان شاء الله بإذن الله هدفه في هذه المباراة الفوسب البطولة ويه المباراة تسعين دقيقة وفي حالة تعادل الفريقين في اكسترا تايم في وقت إضافي على شوتين كل شوت 15 دقيقة ثم رقلات الترجيح من نقطة الجزاء فبالتالي المباراة طويلة المباراة فيها تفاصيل كتيرة المباراة فيها كلام كتير ممكن البعض يقول مباراة واحدة فتختلف عن الزهاب والإياب لكن عندك 120 دقيقة النادي الأهلي ان شاء الله قادر من الدياة الأولى ينزل يعمل مباراة كبيرة يعمل في نتجة كويسة بإذن الله ان شاء الله وده اللي تم حتى في المباراة الأخيرة شوفوا مباراة الوداد مباراة الزهاب شوفوا مباراة الوداد في مباراة العودة إذا بيقدر الجهاز الفني بيفرض أسلوبه وطريقة لعبه وخطته من أول دقيقة في المباراة أي 11 لاعب هيكون موجودين في الملعب إحنا في ظهره أي 11 لاعب هيكون موجودين في المباراة إحنا في ظهرهم ونكون معاهم بإذن الله ودائما النادي الأهلي المقولة الأساسية الأهلي بمن حضر عندنا عناصر أساسية وعندنا عناصر إن شاء الله هتكون زخيرة حية للجهاز الفني يستفيد بيها على مدار المباراة ونعمل مباراة جيدة طبعا الجهاز الفني في معسق المغلق من يوم الحد اللي فات المسحى الطبية الرسمية هتم من الاتحاد الإفريقي غدا وكل الإجراءات المتعلقة بتنظيم المباراة إن شاء الله ماشى بشكل جيد حضور الجمهور من عدم حضور الجمهور دي أمور إدارية سيبنها للسلطات مع الاتحاد الإفريقي بيتم التنصيق عليها خلال الفترة اللي جاية وفي جماعي الأحوال الأهل إن شاء الله هيكون جاهز بأي 11 في مباراة يوم الجمعة القادر بطم منكوا اطمئنوا تفقلوا بالخير يتجدوا النادي الأهل إن شاء الله هيقدر يعمل مباراة كبيرة ويسعد جماهير النادي الأهلي لكن كله بإذن الله وبتوفيق الله وبدعوات الجماهير اللي هتكون في ظهر النادي الأهلي أكتر من 60-70 مليون في ظهر النادي الأهلي في هذه المباراة واللي لكل القرى الإفريقية بتنتظر النجمة التانية لبيت سمو سيماني مع النادي الأهلي وانتصار جديد إن شاء الله ونجمة جديدة تضاف في رصيد بطولات النادي الأهلي